اشتركوا في القناة لمواطنية عدد من الدول من ضمنها المغرب الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم في الجامعات والمعاهد الإسرائيلية برسم الموسمة الدراسية 2023-2024 بهدف إزالة الحواجز التي تجعل من الصعب على طلاب الدول المعنية متابعة دراستهم في إسرائيل وفق بيان نشرته الحكومة الإسرائيلية على موقعها الإلكترونية البيان ذاته أشار إلى أن تمويل يهم تمكين الطلب الأجانب من منح تغطي الرسوم الدراسية ونفقات الإيجار والنفقات المعيشية موضح أن الطلب المستفيدين من هذه المناحة سيحصلون عليها مباشرة من مؤسسات التعليم التي يتابعون بها دراستهما على أن تكون هذه المؤسسات معترفا بها في إطار قانون مجلس التعليم العالية رقم خمسة آلاف وسبعمائة وتمانية وتمانين وألف وتسعمائة وتمانية وخمسين وإضافة إلى الطلب المغاربة يمكن كذلك لطلب كل من فلسطين والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين والسودان التقدم للاستفادة من هذه المنح الدراسية إضافة إلى طلب الدول الإفريقية وأوروبية وأسيوية أخرى على غرار كل من إثيوبيا وجنوب السودان وتركيا والتجاكستان واليونانة وقبرص وأدريبي جانا نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء